موسيقى ردود افعال متباينة شهدها الرأي العام المصري بعد قرار مجلس الوزراء بتفكيك عدد من المنابر الاثرية كان من بينها منبر مدرسة القاضي ابي بكر بن مزهر الذي يرجع لعهد المماليك بحارة برجوان في منطقة الخرنفش بالقاهرة التاريخية موسيقى واوضح وزير الاثار في مداخلة هاتفية للعاشرة مساء ان المنبر المذكور لم يلقى مهملا بالمخازن وانما اعيد تركيبه وايداعه المتحف القومية للحضارة المصرية بالفصدات بكرة الصبح الساعة 9 الصبح تبعث كاميرا تتفرك على المنبر اللي تنقل وهو معروض في صارع المتحف القومي للحضارة المصرية كاميرا العاشرة مساء انتقلت الى المتحف المذكور لرصد ما قال اليه منبر القاضي ابي بكر الاثرين القطع دي ترجع لحوالي 540 سنة من عصر الملك قيد باي لابو بكر المزهر كان وظفته قاضي ورئيس الانشاءات في قاعد الملك قيد باي وانشأ مدرسة وجامع وسبيل والقطعة دي من رواعع الفنون الاسلامية تجيب مبارح من مخازن القلعة واتناصب مبارح وجهز لعرض لعرض ده فنه خد ساعتين في تركيبه مبارح وحوالي 5 ساعات فيه تنظيفه وترميمه وسيانته من خصائي الترميم في المتحف عندنا عندنا هنا مركز لصيانة وترميم الاثارة بالاضافة عندنا هنا مخازن على اعلى مستوى مجهز على اعلى مستوى حسب نوعية مواد صنع القطع الاسرية نقل يا فندم مبار من المسجد بصفة عامة بيقلل من قيمة المكان الاسري نفسه بالنسبة للقطع الاسرية دي ده ما قلت هي في حارة برجوان منطقة شعبية فنسبة المياه الجوفية عالية بيدر الاسر بالاضافة عندنا في الاسر عندنا الاف المناطق الاسرية الاف البيوت الاسرية الاف المساجد الاسرية القطع دي كانت في مسجد مغلق بقالوة 5 سنين نسبة المياه الجوفية فيه عالية فهتدر الاسر فأنا بالطبيعي أنا هنا وظيفتي أحافظ وزارة الأسار هي الدور الأساسي بتاعها هي حماية والحفاظ على التراث الحضار المادي من الأسور مقابل التاريخ حتى وقتنا الحضرة عندنا القطعة عليها زخارف هندسية أبق نجمية ونصف نجمية عليها زخارف نباتية عليها زخارف كتابية لعيات كرآنية بحشوات نحاسية بالإضافة عليها هلال بشير الاتجاه القبلة طبعا القطعة مصنوعة من الخشب اليابنوس والجميز الخشب اليابنوس طبعا ليس خشب مصر مستورد فبدينا فكرة على العلاقات التجارية بين مصر والدول الأخرى بالإضافة طبعا الخشب المحل المصري اللي هو الجميز وبالنسبة للقطعة طبعا تعتبر من قطعة النوادر والروع من العصر المملك بالنسبة للطلبة لغاية المستوى الابتدائي مجانا جميع طلبة الفنون والعمارة والأثار مجانا الطلبة الآخرين بخمسة جنيه للمصري وعشة جنيه للمواطن المصري بالنسبة للأجنبي تلاتين جنيه للطالب الأجنبي وستين جنيه للطالب للزائر الأجنبي ودي مفتوح طوال أيام الأسبوع من تسعة صباحا لخمسة مساء اشتركوا في القناة